دون اتهامات او متهمين اعلنت لجنة التحقيقات في العراق ما توصلت اليه من نتائج قالت انها مهمة وتخص محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي غابت اسماء الفاعلين وغاب في المؤتمر الصحفي الذي يفترض انه لشرح الحقائق محاولة الاشارة همزا او لمزا للمشيات الموالية لايران تلك التي تتربع على قائمة المتهمين لا سيما انها الوحيدة التي تمتلك طائرات مسيرة بهذا النوع وقدرتها على الوصول الى المنطقة الخضراء المحصنة لم تكتفي لجنة التحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي عند هذا الحد الذي اعتبر فشلا بكل المقاييس بل كشفت بقصد او بغير قصد عن قيام المفرزتين التابعتين لمكافحة المتفجرات والادلة الجنائية بتفجير المقذوف الذي لم ينفجر بدون رفع البصمات ما يعني فقدان الدليل المتبقي الذي يمكن ان يكشف عن الجنات كيف يتم نقل هذا المقذوف وتداوله بهين الايادي وجود الوقوف بهذه الطريقة دليلا لا وجد لي خشي واضحة واضحة يعني الكل يعلم عندما يكون نالك عبوة او مقذوف على قل تقليل يقوم ينبطح كالجواءات الحماية والسلامة فرصة اخرى ضيعها رئيس الحكومة الحالي مصطفى القاظمي يقول خبراء امنيون انها كانت كفلة على الاقل بتخويف الميليشيات الموالية لايران بينما كان من المفترض عليه ردعها وتقليم اظافرها وهو الذي اعلن عقب محاولة اغتياله المزعومة انه يعلم الفاعلين والفاعلون هاهنا هم ذاتهم الذين اعلن قبل عام مضى انه سيحاسبهم بعد استهدافهم وقتلهم متظاهري تشرين ولم يفعل اما عن الاسباب وكيف ولماذا يبدو ان لا شيء في جعبة القاظمي يقدمه حتى لنفسه على الاقل وقد كسرت الميليشيات رمزية من يفترض انه رأس الدولة في العراق اما في سؤال ماذا تبقى من الدولة في العراق فالظاهر الوحيد كما تشير الحقائق على الارض انها فقدت كل اسباب سيادتها لصالح الميليشيات التي تريد فرض وجهة نظارها بسلاحها وبالطائرات المسيرة ليتأكد مرة اخرى ان صندوق الاقتراع في العراق لن يساهم كما كان متوقعا في تغيير الاوضاع في بلاد اضحت تحكمها الميليشيات الموالية لايران والاحزاب المتهمة بالفساد من ورائها